وجه أعضاء مجلس النواب رسالة تأييد لرئيس عبدالفتاح السيسي تمن فيها رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي جهود السيد الرئيس وتحركاته الملموسة على الساحة الإقليمية خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة وحرصه على تبني مواقف مصر الثابتة الهادفة إلى ضحض الصراعات ونشر السلام التي تصب جميعها في الحفاظ على سلامة الأمن القومي المصري جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني ووجه رئيس المجلس وأعضاؤه التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة مؤكدين أنها ستظل علامة مضيئة في سجل العسكرية المصرية ورمزا لتلاحم الجيش والشعب لحماية استقلال واستقرار الوطن فخامت السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إن مجلس النواب وهو يستهل دوراً عقاده الخامس من الفصل التشريعي الثاني يتقدم إلى سياداتكم بخالص الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود مخلصة على جميع المستويات لمصلحة هذا الوطن ويؤكد مجلس النواب على دعمه الكامل ومسانداته المستمرة وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأتموها على مختلف الأصعيدة الداخلية والإقليمية والعالمية مستهدفين بها إعلاء المصلحة العليا للدولة وحماية المواطن ويثمِّن المجلس جهودكم الحثيثة الساعية إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري خاصة الفئات الأولى بالرعاية